موسيقى شهري قناة الأخبار المغربية امفاند كتهلا بكم في الاقتصادية أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية اليوم عن إطلاق موقعها المؤسسات www.anjsp.tema على الانترنت الذي يسعى إلى أن يشكل منصة رقمية جديدة للقطاع العام وتجسد هذه البوابة الجديدة عزم الوكالة الوطنية على النهوض بتدبير نموذجي للقطاع العام من خلال جهود متواصلة في مجال الشفافية والفعالية والخبرة قال المندوب العام بنيابة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب كمال هدان أمس بالرباط أن الدورة السادسة عشر للملتقى المقرر تنظيمها في الفترة ما بين 22 و28 من أبريل المقبل بمدينة مكناس تتوخص تقبل أزيد من تسعمائة وثلاثين ألف زائر وأبرز أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2024 الذي سيستضيف إسبانيا كضيف شرف يراهن أيضا على مشاركة 1500 عارض مقابل 1400 خلال الدورة الماضية مشيرا إلى أن المساحة المخصصة للملتقى ارتفعت إلى 12.4 من بينها 11 هكتار مغطاة بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالدورة الماضية ارتفع تسعر النفط قليلا اليوم الخميس وأبقى على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات وصعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي 32 سنة إلى 78 دولار للبرميل فصل 23 لشهر أو لشهر أقرب استحقاق ارتفع سعر لعقد ماي 14 سنة إلى 77 دولار للبرميل فصل 45 سجلت سعر الذهب خلال تعاملات الخميس المبكرة مكاسبة طفيفة مدعومة بضعف الدولار وتسعر التوترات في الشرق الأوسط فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد توفر معشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياط الفيدرال للأسعار الفائدة هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0% فصل واحد إلى 2026 دولار فصل سبعة للأنصة بعد أن سجل أمس أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير وصعدت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0% فصل واحد إلى 2036 دولار فصل تسعة للأنصة نهاية النشرة الاقتصادية لليوم مشاهدين نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله موسيقى موسيقى